الخطيئة دخلت، الله لم يفاجأ بشيء وكان مجهز العمل اللي على أساسه مش ترفع أثار الخطيئة لكن كمان الرب بهذا العمل اللي حيعمله ابنه الله يتمجد، الموضوع الله يتمجد ماذا يعني الله يتمجد؟ يعني مشكلة الإنسان تتحل، لكن الله يتمجد يعني تظهر صفات الله متلقلئة، متناصقة ما فيه صفة تضغي على صفة يعني يظهر لنا، يتبرهننا أن الله رحيم وغفور وطيب وحنين، بس كمان قدوس وعادل وطاهر والصفات دي تتلقلق إزاي؟ يقول مع السلامة غفر تلك طب صفاتك العدلة، طب برك، طب عدلك، طب قدستك عايزين عمل بيصير الله بارا وهو يبر الفجر فجي شخص هو المسيح المتجسد قال أنا هحل المشكلة تحلت المشكلة، ودلوقتي كل الصفات الله متلقلئة، متناصقة وقال هذا الكلام على الصليب قد تم خلاص، ما فيش يعني خلاص تاني، ما فيش عمل تاني، ما فيش صليب تاني، ووضحها الكاتب للعبرانيين الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني زي ما قال أدارفي السفير اليهودي اللي عارف الرب يصول المسيح قال الكلام في ابنه معناها الكلام اللي ما فيش بعضه كلام يعني الموضوع لما الله يكلمنا في ابنه يبقى ما فيش كلام تاني لأنه لو الرب عايز يبعث رسالة داينونة أو غضب ملك ينفع، النبي ينفع، لما لما الله يبعث ابنه يبقى الموضوع أنه جاي برسالة يونيك فريدة خلاص ابنه جاي يعمل إيه؟ جاي يعمل إيه ابنه لما الله يبعث ابنه جاي إيه؟ المعنى يمجد الله ويصنع خلاصا للإنسان صنع بنفسه تطهيرا لخطيئنا دي واحدة من أمجاده في رسالة العرنين واحدة من أمجاده الذي وهو بهاء مقدر الله ورسمي جوهيره وووو لكن صنع بنفسه تطهيرا لخطيئنا دي حاجة تمجد المسيح سمعت الرسالة يعني غرض الله وعمله كان من خلال الذبيحة واستحالي يعني دمتيوس وعجول استحالي مستحيل أنه تكفر خطايا إنسان فابن الإنسان جاء الإنسان الكامل حتى يكون الولي حتى يكون الفادي مش بس يكفر عن كل خطايا البشرية ولكن يرد الله ويوفي المطالب والعدالة الإلهية وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه اللي جمعها يحنى المعمدان بجملة واحدة هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم كأنه وضع كل خطايا العالم ماضي حاضر مستقبل في خطية في جسد يسوع المسيح اللي أخذ كل شيء في جسده بديل عنك عقابك وحتى يعطيك بره ويعطيك بركته أيضا بصلي من كل قلب أنك تيجي لحمل الله المخلص الوحيد ربنا يسوع المسيح له كل المجد أمين اشتركوا في القناة